تتعلق بأفاق الاقتصاد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وكذلك الققاز وآسيا الوسطى بالنسبة للأفاق النمو مرشح لأن يزداد قوة في المدى القريب في المنطقتين غير أن التعارض لتطورات اقتصادية جغرافية أوسع نطاقا يضيف إلى عدم اليقين ومن ثم فإن التنبؤاتنا لعام 25 تأتي مصحوبة بمحاذير مهمة أبدأ بشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان هذا العام مليئا بالتحديات حيث أدت إسرعات إلى معاناة إنسانية مدمرة وتساهم تغفيدات إنتاج النفط في تباطئ النمو في كثير من الاقتصادات والتصعيد الأخير في لبنان أدى إلى زيادة عدم اليقين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النقطة الثانية عن النمو بالنسبة لعام 2024 يتوقع لنمو أن يبلغ 2.1% من خفاض قدره 0.6% عن تنبؤات أفاق الاقتصاد العالمي الإقيمي في إبريل وهو ما يرجع في معظمي إلى تأثير هذه السرعات ومد فترة تخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك بلاس ونتوقع ارتفاعاً في النمو من 2.3% من 10 إلى 4% من 10 في عشرين خمسة وعشرين والبنان المصدرة للنفط يتوقع لها أن يزداد النمو فيها ولكن كل هذا يتعلق أيضاً بتخفيضات النفط وامتداد فتراتها وذلك مع إفتراض تراجع حتة الصراعات وأنتقل الآن إلى القوقاز وأسيا الوسطى المنطقة تحقق نمو قوي حيث عدلت التوقعات بالزيادة من 4.3% من عشر لعام 24 إلى 4.5% من عشر متوقعة في 25 عشرين غير أن ببعض الاقتصادات تشهد بوادر مبدئية لتبات باطو التجارة والتدفقات الداخلة وخاصة بنسبة لتحويلات العاملين تراجع إنتاج النفط يلقي عبئاً على أفاق النمو متوسط الأجل البلدان مصدرة للنفط وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط الأمر يتوقف على تنفيذ إصلاحات استمرت عملية تراجع التدخم عبر بلدان المنطقتين حيث انخفض التدخم الكلي كثيراً مقارنة بالذروة في العامين الماضيين ولكن التدخم لا يزال مرتفعاً في بضع حالات بسبب التحديات الخاصة بكل بلد نقطتي الثانية تتعلق بأفاق النمو على المدى المتوسط وقد تراجعت في العقطين الماضيين وهي الآن ضعيفة نسبياً في كثير من الإقصادات تغيير هذه ديناميكيات يتطلب تنفيذ الإصلاحات بشكل مضطرد ومن ذلك بالنسبة للمنطقتين تحسينات في الحوكمة وخلق الوظائف وخاصة للنساء والشباب وتشجيع الاستثمار وتطور المالي وتحقيق نمو أكثر قوة وسلابة لن يؤدي فقط إلى تشجيع خلق الوظائف وزيادة الشمول ولكنه سيساعد أيضاً على تغفيد مستويات الدين المرتفعة وتمكن التقدم نحو أهداف التنمية والإنفاق الاجتماعي نقطة ثالثة عن عدم اليقين الذي يعني أن أفاق الاقتصاد محفوفة بالمخاطر احتدام الصراع مؤخراً في لبنان زادة من عدم اليقين ومخاطر زيادة التصعيد في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا وهذا وضع أو نقطة أساسية هذا الموقف غير المستقر لم يؤخذ في الاعتبار بعد في تحليلنا وقد تكون مخاطر تطورات المعكسة جسيمة تبعاً لمدى التصعيد نحن نتابع الموقف عن كثب ونقدر الأثار الاقتصادية المحتملة وإجمالاً سيعتمد الأثر على حدة أي تصعيد محتمل والصراع قد يؤثر على المنطقة من خلال عدة قنوات إلى جانب التأثير على الناتج هناك قنوات أساسية أخرى مثل السياحة والتجارة وتدفقات المحتمل اللاجئين والمهاجرين وأسواق النفط والغاز والأسواق المالية والاضطرابات الاجتماعية هناك قلق كبير أيضاً بشأن إمكانية امتداد أجل الصراع في السودان وزيادة التشرذم الجغرافي الاقتصادي والتقلب أسواق السلع الأولية خصصاً البلدان المصدرة للنفط والمستوى المرتفع للدين واحتياجات التموين في الأسواق السعيدة والتكرار الصدمات المناخية في قوقاز وأسيا الوسطى ترتبط المخاطر في المقام الأول بعدم استقرار المالي المحتمل نتيجة للتحولات المفاجئة في التدفقات التجارية والمالية بالنسبة لمنطقتين عدم تنفيذ الإصلاحات سيقيد الأفاق الضعيفة أصلاً للنمو متوسط الأجل وقبل البدء في تلقي الأسئلة أود التأكيد على التزامنا بدعم اقتصادات كل أنحاء المنطقة وانخراطنا معها لا يزال قوياً حيث التمويل والتواجد ومنذ بداية عام 2020 وفق الصندوق على تمويل قدره 47.7% مليار دولار للبلدان في منطقتين شرق الأوسط وشمال إفريقيا وقوقاز وأسيا الوسطى ونفذنا مشروعات لتنمية القدرات في 31 بلداً في 24. شكراً على وجودكم معنا هنا. والآن ننتقل إلى الأسئلة. أرجو أن ترفعوا أيديكم وإذا كنتم في القاعة. نبدأ من المنتصف هنا. مرحباً بكم. أهل النجهات. ديفيد لوتر من رويترز. أود أن أعود بك إلى تعليقاتك عن مخاطر التصعيد في المنطقة. من الواضح أن الآثار البشرية ستكون هائلة. ولكن من حيث التأثير على الاقتصادات المنطقة. مصر التي تعاني بالفعل من خسارة كبيرة في الإيرادات من قناة السويس ولبنان. لقد قرأت مناقشات في الماضي. وهذه المناقشات لم تصل إلى أي نتيجة بسبب عدم الالتزام بالإصلاحات. ما هي الأفاق؟ أفاق ربما تغفير بعض البرامج أو خلق برامج أخرى في حالة التصعيد. شكراً. ربما نأخذ سؤالاً آخر بالنسبة للتصعيد. صباح الخير. شكراً لأخذ السؤال في الصباح قالت سيدة المدير العام. إن أفاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تم تخفيض توقعاتها. فهل يمكن أن توضح لنا التأثير الاقتصادي الأكبر في هذه الفترة من الصراع؟ شكراً جزيلاً. أولاً الصراع يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة. ونحن نشعر بالحزن الشديد لكل الضحايا. ومن تأثرت حياتهم وأرزاقهم بهذا الصراع. بالطبع التأثير، تأثير الصراع ينبغي التفرق بين البلدان في بؤرة هذا الصراع. وهو متأثرة بشدة بهذا الصراع. اقلت في قربية البلدان في منطقة الزراعية. ونحن نتجاً جداً. كلهم يتواجدون إلى تصوى من أجل العالم. هبوطاً كبيراً في النشاط أردن وسوريا ومصر وقد ذكرت مصر التأثير الأساسي على مصر هو من خلال التجارة انخفاض حجم التجارة التي تمر عبر قناة السويس أثرت على الإيرادات بأكثر من 60% أو 70% في المتوسط وهذا يمثل بين 4.5 إلى 5 مليار دولار من خسائر الإيرادات بالنسبة للأردن الأثر هو أساساً على السياحة وهذا لا ينطبق على مصر هذان البلدان الذين تأثرة أكثر من ذلك طبعاً سوريا تأثرت ولكن ليس لدينا معلومات عن ذلك أما المجموعة الثانية من الدول التي تأثرت نسبياً السلطات تأخذ إجراءات لحماية الاقتصاد من هذه الأثر وهناك بعض الدول التي تتأثر بطريقة غير مباشرة ورجب أن نرى أليا تنقل هذا الأثر أولاً التجارة والأثر على السياحة وأيضاً الأثر على النفط والغاز كان نسبياً محدوداً باستثناء التقلبات المرتفعة في المدى القصير لم نرى أثاراً كبيراً على قطع النفط والغاز ولكن يجب أن نعترف أن عدم اليقين مرتفع كثيراً في هذه المرحلة والأمور تتغير بسرعة ونحن نقوم بتحديث تقييمنا للوضع بشكل مستمر أرقامنا للتوقعات مثلاً لا تشير إلى آخر التطورات في الشهر الماضي مثلاً وبالتالي سوف نقوم بتحديث أرقامنا هذا المستوى المرتفعة من عدم اليقين يؤثر على مواطن الضعف والهشاشة في الدول وهنا يأتي دعمنا لهذه الدول لكي تتمكن من مواجهة هذه الصدمات الكبرى شكراً جولة جديدة من الأسئلة الكثير من الدول العربية أخذت ديون كبيرة لتمويل البنى التحتية والإصلاحات وما هو رأيكم بالنسبة لمستويات الدين خاصة بالنسبة لدول خير المنتجة للنفطة بما في ذلك أخذ بعين الاعتبار أثر النزاع شكراً سؤال آخر استلمنا عن الدين أيضاً ما هي توقعات الصندوق لمستويات الدين في المنطقة مع التوتورات الحالية شكراً على هذا السؤال طبعاً المستوى المرتفع للدين كان أحدى الصعوبات الأساسية التي واجهتها كثير من اقتصادات المنطقة خاصة ذات الدخل المتوسط والناشئة في المنطقة يمكن أن أتحدث عن ذلك على مستويات ثلاثة مستوى الدين الذي هو يشكل مشكلة على الاقتصاد الكلي ونوصي أن تتعامل الدول مع ذلك من خلال اعتماد التجميع المالي المستدام لتعزيز قدراتها على جمع الإيرادات والحد من الخطر الاقتصاد الكلي بشكل عام وعندما يطلب إلى الصندوق يقدم دعم للكثير من الدول على هذا المستوى البعض الثاني هو التمويل فاحتياجات التمويل الكاملة لهذا العام سوف تكون حوالي 286 مليار دولار بارتفاع مع أو مقارنة مع العام الماضي بالنسبة للمنطقة وهذا يشمل دول التي تستورد ولكن أيضا المنطقة برماته وبالتالي المسألة الأخرى هي ضمان التمويل المناسب المسألة الثالثة التي تصبح تحدياً وهي بحاجة إلى جمع الإجراءات وهي كلفة خدمة الدين كلفة خدمة الدين بسبب ارتفاع معدلات الفائدة أصبحت إحدى الصعوبات المالية الأساسية التي تواجهها الدول النقطة الأخيرة التي أود أن أضيفها هي أن مؤخراً شهدنا اعتماداً أكبر على الأسواق المالية لتمويل الدين وبالتالي العلاقة بين الحكومة والأسواق المحلية ارتفعت ولذلك من الضروري أن يكون هناك جدول أعمال إصلاح في المدى المتوسط للحد من عبء الدين وتحسين الظروف المالية ولكن أيضاً لكي يكون هناك راحة أكبر للمستثمرين لتوسيع القاعدة المالية شكراً ننتقل إلى الأسئلة على الشبكة وسؤال بخلاف ذلك نأخذ أسئلة من الحضور صباح الخير أنا من باكستان شكراً على أطائر كلمة لترحي السؤال إذن التوقع تشير إلى نمو في باكستان بالنسبة 3.2% على مقارنة مع العمل الماضي والنمو أساساً العام الماضي كان على أو مدفوعاً بالقطاع الزراعي الذي كان لديه أفضل أداة تاريخياً والقطاع الزراعي يواجه مخاطر كبيرة هذه المرة وأيضاً هناك قيود على التصنيع بسبب التعريفات والطلب الضعيف محلياً هل تعتقدون أنه يمكن تحقيق مستوى نمو أعلى من دون توسيع الإجراءات المالية ويمكن لباكستان الاستفادة من برنامج من صندوق النقطة الدولي كما فعل في السابق؟ هل هناك أي أسئلة أخرى حول باكستان قبل أن ننتقل إلى أسئلة أخرى؟ شكراً جزيلاً نعم توقعات تشير إلى أن الاقتصاد الباكستاني سوف ينمو بـ 2.4% هذا العام بمقارنة مع 3.4% 2.2% العام الماضي ونتوقع 3.2% للعام المقبل ويشكل ذلك بحدي أن في وقتنا نرى أن التضخم يتراجع من 29% العام الماضي إلى 12.6% هذا العام ونتوقع أن تصل إلى 10.6% العام المقبل لا شك أن حزمة الإصلاحات التي احتمدتها حكومة باكستان لديها أهداف عديدة أولاً أن يكون هناك استدامة مالية من خلال التعامل مع بعض القضايا المالية التي بحاجة إلى تعامل معها منذ فترة طويلة بما في ذلك زيادة حصة الإيرادات للحد من العجز ولكن أيضاً لتحسين جودة الإيرادات من خلال تعامل مع بعض الصعوبات التي كانت موجودة في جبيء الضرائب وأيضاً الأنظمة الخاصة أيضاً الإصلاحات الأساسية سوف تعزز من قدرة باكستان على توفير مساحة أكبر للقطاع الخاصة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا سوف يسمح للاقتصاد الباكستاني أن يركز أكثر على الصادرات وأن يكون مستعداً لجذب المزيد من الاستثمارات السياسة النقدية أيضاً تساعد في التعامل مع مسألة التضخم والحد من أي قيود على تدفقات رؤوس الأموال وأيضاً التحويلات ومع الإصلاحات بشكل عام سوف يعزز ذلك من قدرة التنبؤ ويحد من المخاطر أو القيود على الاقتصاد حالياً إذن حزمة الإصلاحات التي تم اعتمادها تطمح إلى أن تعزز الاستقرار إذن بالنسبة لإستقرار الاقتصاد الكلي والحد من مخاطر التوميل ولكن أيضاً تطمح إلى أن تصلح أو تقوم بإصلاح بعض القطاعات الأساسية وتحسين الوضع والسماح للاقتصاد بالاعتماد أكثر على الصادرات وهذا سوف يطلق العنان للاقتصاد الباكستاني من دون أن يؤثر ذلك على الوضع الحالي على الاقتصاد حالياً شكراً أسئلة إضافية عن مشاركين عن بعض فاطمة هل تسمعين للأسف الصوت التقطع من المشاركة عن بعض فأقرأ السؤال الذي طرحته إذن فاطمة لديها سؤالين عن مصر السؤال حول مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي لجهة توقيت تطبيق الإصلاحات هل يمكن تأخير أي منها؟ وما رأي صندوق النقد الدولي بوضع الاقتصاد المصري مع آخر التطورات؟ وهل اختبرتم ذلك في توقعاتكم لأنمو أسعار الطاقة؟ سنبدأ هنا كنت أود أن أسئلة عن سياسات صندوق النقد الدولي في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وأيضاً الوصول إلى المجتمع الأكثر هشاشة أثناء المفاوضات نرى أنها تتناقض مع هذه المبادئ وأعني بذلك زيادة سعر أسعار النفط وأيضاً تعويم سعر صرف الجنيه وأسعار بعض السلع الأساسية منها الطاقة وهذا جزء من برنامج الإصلاحات وذلك ينطبق على الوضع الحالي في مصر كان بشكل عام تحسين المستوى المعيشي لأن هذا يضغط أكثر على المجتمعات الأكثر هشاشة هل هناك أي أسئلة أخرى؟ أجل أن تكون الأسئلة مختصرة عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن يوسف سؤالي هو أن السيدة جورجيفس قالت أنها سوف تزور مصر في غضون عشرة أيام لإعادة تقييم البرنامج وكان ذلك في سياق ما قاله الرئيس سيسي بأن الوضع الاقتصادي يدفع مصر لأن تعيد النظر في برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي هل يمكن أن توضح أي نقاط سوف يتم مناقشتها؟ هل سوف تغير البرنامج أو تغير الشروط لبرنامج الإصلاح؟ أو سوف تحاول إقناع مصر بأن برنامج الإصلاحات المتفق عليه يسير كما هو متوقع؟ وأيضاً هذا يدرج ضمن سياق سؤال زميلي من مصر حول زيادة أسعار الغاز والكثير من السلع الأساسية الأخرى في مصر هل يمكن أن تشرحوا ما يحدث تحديداً؟ وما هو متوقع من هذا الاجتماع بين السيدة جورجيفس والرئيس السيسي؟ سؤال أخير حول مصر هل هناك اعتمالية زيادة القرد إلى مصر على خلفية تعزيز النزاع أو زيادة ارتفاع النزاع في الشرق الأوسط في الأسبوع القليل الماضية؟ شكراً هناك في الواقع مستويات ثلاثة في الأسئلة التي ترحت سؤال حول الوضع الاقتصادي في مصر والمستوى الثاني هو حول العلاقة بين صندوق النقد الدولي ومصر والبرنامج المعتمد وأيضاً أسئلة عن الإجراءات المحددة التي سوف تتخذ وسوف أجيب بالعربية وبالإنجليزية بالنسبة للسؤال الذي طرح عن بعض من الجمهور على شبكة الإنترنت مثل دول أخرى في المنطقة تعرضت مصر لآثار بسبب زيادة التوتر النجم عن اللزاع ذكرت سابقاً أن مصر تأثرت جزئياً والأثر أساساً كان على الإرادات من قناة السويس لحسن الحظ أن الأثر على السياحة يكاد لا يذكر ولم نرى أي تراجع في قطاع يوظف جزءاً كبيراً من السكان هناك مستويان من الأثر الأثر المباشر للنزاع ومستوى مرتفع من عدم اليقين يؤثر على مصر مثلما يؤثر على دول منطقة الأخرى خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات المباشرة وتضفقات رؤوس الأموال إلى الدول من جهة الأخرى هناك مجموعة من الإجراءات الداخلية التي تتعامل معه سلطات مثلاً مستوى التضخم المرتفع ووصل التضخم إلى 35% هذا العام ومن الضرورية ما كنا نود أن نحافظ على القدرة الشرائية للأشخاص خاصة من ذوي الدخل المتوسط والمتدني أن نتعامل مع التضخم الطريقة الأفضل لحماية مستوى المعيشة للناس هو الحد من ارتفاع الأسعار إذن الجزء الأول من البرنامج كان لتعزيز الاستقرار وأيضاً لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية على مدى السنوات الأربع الماضية مع الجائحة وبعد ذلك الحرب في أوكرانيا والنزاع الأخير في المنطقة ومن هنا أهمية مرونة سعر الصرف مرونة سعر الصرف سوف تحد من أثار الصدمات الخارجية التي قد تزعزع الاقتصاد المحلي ويعطي ذلك المزيد من القدرة على التوقع بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال ويحد من استخدام إجراءات أخرى تؤثر على النشاطات الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر